يشن الجيش الإسرائيلي منذ أيام هجوماً واسعاً على المناطق الجنوبية في لبنان أسفر عن استشهاد مئات لبنانيين وجرح أكثر من ألف فضلاً عن نزوح مئات الألف نحو العاصمة بيروت ومناطق في الشمال تعد حتى الساعة آمنة في المقابل لم تهدأ سفرات الانذار في مناطق مختلفة داخل إسرائيل جراء إطلاق حزب الله مئات الرشقات الصاروخية على مواقع عسكرية يستخدمها جيش الاحتلال تساند لبنان في هذه الضربات فصائل عراقية مسلحة بالضرب بالطائرات المسيرة إذ أطلقت المقاومة الإسلامية في العراق مسيرتين مفخختين باتجاه ميناء إلات شرق الأراضي المحتلة المسيرتان تسببت في وقوع إصابتين حسب الرواية الإسرائيلية لكنها أيضاً أحدثت حالة تخبط لدى سلطات الاحتلال لأن الميناء الواقع على البحر الأحمر يعد أهم شرايين التجارة لدى دولة الاحتلال عقب الهجوم أصدر جيش الاحتلال بياناً أكد فيها أن سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية اعترضت إحدى المسيرتين فيما سقطت الأخرى في محيط مدينة إلات دون ذكر تفاصيل عن حجم الخسائر لكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشروا مقاطع فيديو منقولة عن إسرائيليين تظهروا نشوب حريق هائل في الميناء الاستراتيجي ما يشير إلى وقوع أدرار مادية جسيمة شاهدوا معي دانيال هاجاري المتحدث جيش الاحتلال أكد أن تل أبيب تتابع عن كتب التهديدات القادمة من العراق وتجمع المعلومات وسوف تفعل ما يلزم على الجانب الآخر أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن استهداف ميناء إلات وقالت في بيان نصرى لأهلنا في فلسطين ولبنان هاجم مع مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالطائرات المسيرة هدفاً حيوياً في أم الرشاش إلات المحتلة وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرار العمليات في ذكي معاقل الأعداء بواتيرة متصعدة الهجوم على إلات سبقته عملية أخرى مشاهدين المقاومة الإسلامية بالعراق إذ أعلنت استهداف قاعدة إسرائيلية عسكرية بوادي عربة في غور الأردن ما أسفر عنه شب حرائق وأضرار كبيرة في القاعدة مشاهد استهداف ميناء إلات الإسرائيلية وقاعدة غور الأردن أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي هنا مثلاً علق الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين على فيديو حرائق ميناء إلات وقال إذا لاحظتم كل مرة يتحسن الأداء وأيضاً لاحظتم التعتيم الإعلامي في الجنوب أقل بكثير من الشمال يبدو أنه أمر متعمد حتى يغطوا على خسائرهم في الشمال ويحافظ على معنويات المستوطنين عبدالله الشايجي وهو باحث وأكاديمي كتب مع قصف المقاومة الإسلامية في العراق بمسيرتين ميناء إلات على البحر الأحمر تسعى إدارة بايدن لبلورة وتقديم مبادرة للتواصل للتهديئة في لبنان فيما لا يزال يفشل في غزة الصحفي علي حاتم علق على مقطع الفيديو الذي صوره الإسرائيلي وقال استنفار إسرائيلي وأضرار كبيرة في إيلات جراء هجوم جوي بطائرات مسيرة أطلقت من العراق ومصور المقطع روحه طالعة من الخوف كيف لو تم قصف المستوطنات بصواريخ كبيرة الناشط يوسف التميمي تسأل وقال اللي عرفته أن فصيل مقاومة عراقي قصف ميناء إلات في إسرائيل ومثل ما تعرفون هيجي أهداف تعتبر جزء من البنى التحتية السؤال هل تتوقع إسرائيل ترد بقصف موانئ عراقية نفطية؟ ترجمة نانسي قنقر